صباح أخي مشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من منصبح عليك زي ما تعودتم معنا دايما يوم الثلاث بتكون معنا فقرات متملزة أولى فقراتنا هكون عن مدينة روبيكيو هنتكلم فيها عن أهم الصناعات التطوير اللي تم فيها هنتكلم كمان على كيفية استثمار هذه المدينة بشكل عام هيكون عندنا هذا اللقاء مع الأستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير الأهرام الحقيقة كمان هيكون عندنا فقرة تانية مهمة جدا جدا وعن معرض الزهور طبعا بنحتفل جميعا طبعا بقدوم الربيع والحقيقة كمان بالأمس كان عيد الأم كل سنة وكل أمهاتنا بخير وسعادة وهنتكلم طبعا عن تفاصيل كتيرة لمعرض زهور الربيع من خلال لقاءنا مع الأستاذ شبل علي مرسي منسق ومشارك بمعرض الزهور هنلتقي بعد هذا الفاصل وهيكون معانا أهم الأخبار بنعود مرة أخرى مشاهدين وأهم الأخبار من أخبار اليوم الرئيس السيسي استقبل الشيخ محمد ابن زايد آل نهيان في مطار شرم الشيخ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار شرم الشيخ الدولي أمس أخيه سمو الشيخ محمد ابن زايد آل نهيان ولي عهد أبو زبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا نص في مادته الأولى على أن يحدد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو وتلتزم كافة المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ونص قرارا على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرش للرغيف الوزن 45 جراما و75 قرش للرغيف وزن 65 جراما وجنيه واحد للرغيف وزن 90 جراما و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بالسعر 50 قرشا للرغيف وزن 40 جراما و75 قرشا للرغيف 60 جراما وجنيه واحد للرغيف وزن 80 جراما ونصت المادة الثانية من قرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسة ملايين جنيه تبقى للنص المادة 22 مقررا جيم من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر من أخبار مصر السيدة الأولى تهنئ الأم المصرية بعيد الأم في عيدها أهنئ كل أمهاتنا فبرغم كل التحديات تظل الأم المصرية نموذجا يحتز به كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها فتحية وفخر وتقدير إلى كل أم معلم الأولى الأول للأخلاق والمبادئ والموثل الأعلى ومنارة الحب والحنان من أخبار مصر مدبولي الحكومة تتابع بشكل دوري توفر السلع الاستراتيجية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توفر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية وعلى رأسها المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ونعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من أخبار اليوم رئيس الوزراء الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت أربعة مليارات يورو من أخبار مصر وزيرة التضامن توزيع أربعة ملايين كرتونة وستلاف ألف وجبة ساخنة للمستحقين من جريدة الوطن وزير السياحة نسمى التعاون مع اليابان في مشروع المتحف الكبير الوطن المالية 130 مليار جنيه للتعامل مع تدعيات التحديات الاقتصادية العالمية من جريدة الشروق الإمام الأخبر يستقبل السفير الجزائري بمقر مشيخة الأزهر أخبار مصر رئيس النواب التغييرات المناخية تمثل تحديا عالميا استثنائيا من أخبار مصر بالأمس مسحة كورونا للعيب المنتخب استعدادا لمباراتي السنغال آخر أخبارنا الأرصاد اليوم تقص بارد نهارا شديد البرودة ليلا والعظمة بقاهرة 16 درجة يتوقع خبراء أهيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم سلساء تقص بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل البرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وعن درجات الحرارة متوقعة على محافظات مدن مصر لليوم القاهرة العظمة 16 درجة الصغرى 8 درجات الأسكندرية العظمة 15 درجة والصغرى 10 درجات شرم الشيخ العظمة 21 درجة والصغرى 15 درجة الغردقة 21 درجة العظمة و14 درجة الصغرى أسوان 26 درجة العظمة و12 درجة الصغرى شلاتين 25 درجة العظمة و13 درجة الصغرى حلايب 24 درجة العظمة و12 الصغرى هنلتقي بعد هذا الفاصل وهيكون عندنا حوار مهم جدا عن مدينة روبيكي وأهم الصناعات التي تقام بها بعد هذا الفاصل مباشرة نعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية هكون عن مدينة روبيكي هنتكلم على أهم الصناعات الموجودة داخل هذه المدينة إتاحة فرص عمل للشباب كيفية الاستفادة من هذه المدينة للتصدير الخاص بالجلود كل ده هنتكلم فيه من خلال لقاءنا مع الأستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير الأهرام صباح الخير يا فندم نورة ومشرفنا صباح الخير حضرتك كل سنة مشاهدينا كل سنة وحضرتك طيب والحقيقة احنا بنتكلم عن مدينة روبيكي بنتكلم على أن هي أكبر مدينة على مستوى الشرق الأوسط تم افتتاحها من قبل السيد الرئيس في يوليو 2020 فكده بنقول أنه عندنا مشروع عملاق بنقول أنه عندنا إتاحة فرص عمل للشباب عندنا فرصة جميلة لتطوير هذا القطاع صناعة الجلود بشكل عام نعم شوف يا حضرتك احنا يعني تغرب نتكلم على مدينة روبيكي العنوان الأشمل لها احنا عندنا في السنوات القليلة الماضية حضرتك الدكتورة عندنا حاجة ما كناش نسمع عنها قبل كده زي ما كنا زي ما الاول ما كناش نسمع عن ثقافة الأنفاء عندنا دلوقتي حاجة اسمها المدن الصناعية المتخصصة يعني أصلح حضرتك أن كل مدينة متخصصة في صناعة حاجة معينة يعني مثلا بدأت مثلا بمدينة الأساس في دمياط آه صحيح مدينة نسمع عن مدينة الدواء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة كل المدن دي مدن صناعية متخصصة مدينة الجلالة للرخام والجرانيت وآخر أحدث المدن مدينة الفضاء يعني جارية إنشاءها فإحنا بنتكلم أنه الفترة الصناعات الماضية شاهدت زي ما قلت لهذاك فيه مدن صناعية متخصصة طيب ليه مدينة توروبيكي وليه صناعة الجلود خلينا أقول لحضرتك بس عشان خاطر إيه أنا ما أحبش يعني ما بملش ليه أن أنا أتكلم عن أرقام في الصناعات والإستمرار بقدر قد ما بحاول أتكلم على أن أنت بتنقل من مجتمع بداي لمجتمع حضاري بتكنولوجيات طبعا يعني بس عشان خاطر السادة المشاهدين ومعارفين منطقة المدابغ كانت فين فيه ناس كتير عارفة منطقة المدابغ اللي هي ملاصقة لمنطقة صور مجرى لعون منطقة مصر تمنقلها للنبورة وهذه المنطقة بيتم تطويرها تطوير شامل يا دكتورة إحنا بتتكلم حضرتك عن عدد المدابغ فيه عندنا ألف مدبغة كويس المدابغ يعني يا ريت يبقى فيه فيلم يعني يصور الحياة المراحل بقى الحياة الصعبة سواء للعاملين أو للسكان المناسخين للمنطقة دي قبل وبعد قبل وبعد طبعا هو ما فيش بعد لأنه طبعا بيتم إزالة المناطق الورش أو المدابغ دي بشكل كامل أنا بقول لها حضرتك ألف مدبغة العدد المدابغ اللي كان مرخص منها حضرتك كان يتلت يعني 350-360 مدبغة والباقي كله غير مرخص عايز أقول زي ما اتكلمت ما حضرتك في حالة قبل كده عن العشوائيات صح وكده فنفس القصة هي عشويات بس عشويات صناعية يعني صناعات عشوائية أي وأنا أتمنى بصراحة أنه كل مهنة يبقى ليها المكان المناسب ليها لأنه إحنا بنتكلم على فيه حرف وفيه صناعات تراصية يعني كان فيه زمان عندنا صناعات كتيرة انتصرت يعني اختفت انتصرت زي مثلا الترابيش زي حاجات كتيرة لكن فيه صناعات اليدوية لا تزال موجودة وأنا أتمنى أنه هي تبقى تاخد مكان لائق لأنه خلينا نتكلم وإحنا نتكلم على الصناعات دي نتكلم على مدخل مهم جدا هو التصدير يعني إحنا لما نقول ليه مدينة الروبيكي مدينة الروبيكي يا دكتورة تقريد بالمناسبة هي بدأ التفكير في نقلها وخلخلت المنطقة دي وإيجاد حلحلة للمشكلة المزمنة عشرات ومئات السنوات من سنة 1992 ولكن القرار السياسي تأخر فلم يظهر إلا منذ سنوات وزي ما تفضلت حدثك في المقدمة تم التحف يوليو 2020 فمن 1992 القرار بيتأخر المشكلة بتتفاقب وعاوز أقول لحضرتك المنطقة وكم على فكرة الجلود دي بعد ساعات من الزبح الحيوانات يعني بتأمل ريحة شديدة شديدة ريحة كريهة شديدة وبعدين العمل نفسه عمل شاق سواء في تمليح الجلود أو مراحل الدباغة وبيبقى ما فيش الأماكن دي حضرتك ما فيش صرف الساحة وبتاع على في المقابل بقى لما حضرتك تشوفي أو الناس تشوف يمكن أكيد فيه فيلم بيصور مراحل العمل في مددات الروبيكي ونقل الورش ونقل المصانع فالمسألة فيه طفرة وخلينا أقول لحضرتك أنه الروبيكي مهم جدا صناعة الجلود تحديدا لأنها بتساهم بنسبة مش قليلة فيه توفير عملة أجنبية وتوفير الدخل من خلال تصدير يعني للجلود نعم فأنا بقول أن هي لها يعني إنشاء مدينة الروبيكي لها مدخلين مدخل أنا بقضي على صناعات قديمة بدائية وبطورها بمشي مع اللحق لأن أنا حتى لما تشوفي الناس أصحاب المدابق القديمة يقولك الناس اللي هم بيجوا طالينة وعشان يركبوا مكان بيلاقوا المكان مش مناسب عكس تماما غير مؤهل يعني غير مؤهل تماما فأنا أتصور إنه الروبيكي اللي ماذا الروبيكي لأنه مراحلة عشان تطوري صناعة أو مهنة ومهنة مهمة جدا ومهنة قديمة بيشغل فيها قطاع عريض جدا من المواطنين وفي نفس الوقت إن أنا بفتح أفق للتصدير والتصدير على الفكرة هي قضيتنا لأنه إحنا بنتكلم على 30 مليار دولار تصدير التموح والمستهدف يصل نصل إلى 100 مليار فلابد إنه نعظم التفكير في المدن الصناعية المتخصصة طيب هل نقدر نقول إنه من يعمل في هذا القطاع الخاص بالجلود وتصنحها وهكذا هل إحنا بيتم مثلا تدريب هذه الكوادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة والألات الحديثة والتطور في هذا المجال إنه إحنا كل يوم عندنا تطور وعندنا الحقيقة يعني العولمة بتتيح إنه إحنا نتعرف على الثقافات على مستوى العالم فأعتقد إنه الجلود ممكن تكون من الصناعات المهمة جدا التسكرية بشكل عام وبشكل متحضر يليق بمكانة مصر في عملية التصدير الخارج شوف أقول لحضرتك هو إحنا يعني أنت بتفتحي ملف مهم جدا وهو ملف التعليم الفني المتخص بالمناسبة هو كان فيه معهد لتأهيل طلعينا زمان ومازال موجود هنا وفي اسكندرية مزبور فأنا أتصور إنه المعهد والمدارس الفنية يعني كان فيه زمان يقولك إيه مدرسة التلمزة الصناعية فدي عشان خطر توفر أيدي عميلة متخصصة يعني من الغريب إنه تلاقي فيه عدد من العمالة الهندية موجودة في مصر بتعمل في مجال الدباغة الجلود وتمجيح الجلود يعني وإحنا المهنة عندنا فأنا أتصور يعني الكلام اللي حضرتك بتفضلت به إنه لابد إنه مش مسألة الجلود بس كل الصناعات يبقى فيها لأن أنا أتصور إن أنا لما شفت المنطقة بتاعة شارع المعز بعد تطويره إنه المنطقة بتاعة المنطقة دي كانت نسمها منطقة النحاسين وسوء اللمون بالزبط فكان فيه عاملين مدحف للحاجات دي وعملين مدرسة ليه؟ عشان خاطر إن مهنة ما تندسرش لإنه خلينا أقول لحضرتك إنه ملف الحرف التراصية والمهن اليدوية زي الخيامية تروة قومية يعني حاجة جميلة لكلمة هند ميد دي مسألة طبعا وغالية وغالية جدا طبعا لإنه كله كله يعني عاوز يشوف الحاجة اللي معمولة باليد مش اللي المكان بيطلحها لإنه هو لو هي اعتمت على المكان طب ما هو عندنا دول متطورة جدا ممكن تصنع ده لكن الهند ميد هي اللي بتميز الصناعات الرسية بالنسبة لمصر ده سعينا بنشوف قرى كتيرة جدا سواء في منطقة الحرانية سواء في الفيوم قرية الإعلام سواء في سوهاج تونس في الفيوم قرية تونس في الفيوم زي ما تفضلت حدثك يعني ودي يعني من القرى اللي بقت على خريطة مش بس مصر يعني أنا أتصور يعني أنا بس قال كده على في الفيوم بعمل بحث كده عشان خاطر لا دي مكان حلو جيدا أسعار الفنادخ فيها بتصل إلى أرقام بالألاف 3000-4000 في الليلة الوحدة إقامة لإنها فعلا بقت قرية بيقصودها السايحين من خارج مصر حقيقة أخذتني النقطة مهمة جدا أستاذ حجاجي ممكن احنا بنتكلم على الصناعات التراثية خلينا نقول أنه يعني الأجانب وزمان الجاليات الأجنبية دي كانت بدأت الصناعات دي وبالفعل يمكن عندنا المصريين يعني زي ما يقولوا أنه هم ورسوها عن الأجانب ويمكن كانوا بيعملوا معاهم وورست فيما بعد فعندنا قطاع مثلا زي الجلود هتلاقي مثلا اللي بيعمل في هذا المجال من سنوات عديدة وموروث من خلال الجد جد الجد والأب وهكذا هتلاقي آه بظلته الابن بمتخرج من هندسة ومن كويتها وبيكمل المهنة تعتوالدها ولكن بيعمل في هذا المجال بعلم أكتر بحرف أكتر بتكنولوجيا أكتر فقد إيه احنا مهم أن احنا نوجه الشباب أن هما يعني حاولوا أن هما ينموا من مهاراتهم الفنية يعني احنا بنقول الفني في أوروبا مصرا أو في أمريكا أو أيا كان التقدير المادي دي عالي جدا ونظرة المجتمع لي جميلة جدا هل احنا محتاجين نغير الثقافات والموروثات اللي عندنا النظرة العامة للفني المتخصص مثلا في الجلود في الصناعات التراثية هل احنا محتاجين أن احنا نغير هذا المفهوم شوفوا في الشك المقولة الشهيرة لعاد الإمام في بداية حياته الفنية بلد شهادات صحيح مقولة بكل أسف موجودة على الأرض الوقت لأن احنا بنلاقي أنه المعظم الطلاب في السنوية العامة بيتجوى أو في التعليم العددي بيتجوى للسنوة والسنوة تجوى للكلات وتقريبا فيه رغم أنه فيه عشرات المدارس الفنية المتخصصة اللي ربما يكون فيها فرص عمل زي التمريد زي البريد بالزبط المدارس كتيرة زي المدارس المتعلقة بالمحطات النووية المدارسة الضبع النووية في مدارس كتيرة متخصصة أعتقد أن فرصها حتى في فرص الخارجين في أن هما يلتحقوا بأعمال أكبر من التعليم العام ولكن زي ما تفضلت حضرتك هي المشكلة ثقافة المجتمع نظرة المجتمع للفني المسألة هنا عايزة 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 زي حاجات كتيرة جدا في حياتنا محتاجة الثقافة تضغير لكن لو احنا تمجناها بالتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني المتطور أعتقد أن الموضوع ده هيفرق كتير جدا نعم طبعا أنا بس يعني عايزة أقول أنه ملف دكتورة أغنيد ملف الصناعات التراصية ده أنا شخصيا يعني تحرك لما تشوفي القاهرة القديمة هتلاقي كل منطقة فيها مهمة بتشتهر بحرفة معينة اللي عند باب زويلة والخيامية ورمضان جاي ومنطقة بزد ومنطقة درب البرابرة يعني كل منطقة فيها الصناعية مصر كلها متمركزين ولكن أنا بتشديني أو بنباهر بفكرة المدن المتخصصة لأنها بتعمل واقع جديد لأنه إحنا أنا عايزة أقول أنه الكلام ده كان موجود لما كانت مصر تعدادها حضرتك سنة 1900 كنات 9 مليون أيوة ده حقيقي فعلا طيب وكانت الجليات الأجنبية كتير جدا في الفترة دي نعم فأنا لما بكلم على التعداد السكان وأنه الجلود تبقى في سور مجرى العيون وأنه الخيامية تبقى في الخيامية وأنه لا أنا الأوان أنه نفرغ القاهرة القديمة من كل الصناعات وخصوصا الصناعات اللي هي بتسبب مشاكل بيئية آه آه يعني زي نعكس على البيئة طبعا والسلبي فأنا أتصور أنه الدولة بتراعي المسألة الحادثة والمشكلة الأكبر أنا من وجهة نظري أن التحدي أكبر تحدي بنواجه في مصر هو زيادة السكانية لأنه بلغة الأرقام وكويس أنه إحنا يعني ودي مرتبطة بالروبيك يعني الروبيك ليه؟ لأنه إحنا دلوقتي كان فيه منطقة دباخة جلود في مجتمع كنا مثلا سنة 1900 حضرتك زي ما قلت إنه إحنا كنا 9 مليون طب 9 مليون دي إحنا بعد 50 سنة تضاعفنا يعني بنسبة 100 في المياه ماشي لكن نقدر نقول كمان إن هي قوة وطاقة بشرية لا بد الاستفادة منها يعني إحنا عندنا النمازج دي على مستوى العالم مثلا الصين عندها التعداد فضيع لكن استفادت من الكيان الكيان البشري إن هي وظفته إنه أحد المصادر للدخل قومي إحنا ممكن نستغل ده من خلال نموذج زي مدينة الروبيكي مدن صناعية زي مدينة الأساس في دميات يعني حاجات كتيرة جدا ممكن نستغلها لكن كمان من يكلم على دور الدولة في دعم هذه المشروعات الصغيرة متنهية الصغر والمتوسطة إن هي تدعمه من خلال التسويق والتدريب والتكنولوجيا ده صحيح شوفي إحنا لما بنتكلم على مدينة الروبيكي حجم الاستثمارات اللي فيها حضرتك تلت مراحل تتجاوزت سبع مليار ده رقم كبير جدا في مش الصناعات المتخصصة كلها في صناعة واحدة إحنا ما تكلمناش على صناعة مجمع صناعات النسيج صحيح لأ وده عالم آخر كمان يعني فأنا أتصور إنه التحدي بتاعنا أنا حابب والله يا دكتورة بعد إذن حركة تتكلم في موضوع الزيادة السكنية لأن أنا يعني آه جميل جدا ما ده مرتبط بالوعي كلما الثقافة والعلم زياد كلما الوعي بقيمة الزيادة السكنية والحد منها بيزيد يعني أنا مفهوم الإنسان نفسه بيفهم لا لعنى عندي طفل واحد غير لما يكون عندي اتنين مستوى التربية الحياة المعيشة كل ده لا إحنا عادينا بس لا استعرف إحنا سنة 1950 كنا حوالي 20 مليون سبعين كنا 33 مليون من 1970 ل2020 يعني تخيالي حضرتك في الخمسين سنة من 1970 ل2020 إحنا زيدنا من 33 مليون لمية مليون يعني ثلاث مرات في خمسين سنة في حين إحنا من 1900 ل1950 إحنا اتضاعفنا مرة واحدة فإذا المعدل نموه وإنا بتضاعف مرتين أو ثلاث مرات هي دي المشكلة دي اللي الناس لازم تاخد بالها منها الدولة صحيحة بتبزل مجهود كبير جدا في إنها بتحاول تعمل تنمية من خلال مدن جديدة من خلال طرق من خلال مشروعات ولكن المشكلة إن إحنا عندنا كل 60 يوم عندنا ربع مليون مولود جديد فالزيادة دي بتلتهم أي تنمية على أرض الواقع أو أي معدل نموه طيب خلينا نقول إنه مدينة روبيكي وإحنا بنتكلم حاليا على صناعة الجلود بنتكلم كمان على إنه تم نقلها من يعني مجرأ العيون وأصبح مجرأ العيون مزار سياحي بشكل متطور بعد الترميم والتجديد الحقيقة كمان إن إحنا بنتكلم على مدينة فيها صناعة مميزة خلينا إن إحنا نهتم بهذا الملف زي ما حضرتك أشارت إن إحنا يكون عندنا توعية أيضا بكيفية التسويق الإلكتروني وعلى شبكات الإنترنت من خلال الدولة أو دعم الدولة لتدريب العمالة أو المتخصصين في هذا المجال شوفي إحنا عندنا فيه جهاز مسؤول عن الصناعة اليدوية في وزارة الصناعة وبيعمل معارض سواء معارض داخلية أو معارض في الخارج ولكن المسألة اللي أحضرتك بتتكلم عنها بالمناسبة أنا بعدما أخلص مع حضرتك كده بحضر مؤتمر في معهد إعلام الشروق عن الخصوصية والرقمنة والتجارة الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني بتتكلم عن عمان كبير بسمه اقتصاد المعارفة هي لغة العصر نعم فلو أنا عندي العلم ده هقدر أسوأ أي منتج ده صحيح أنا أقصد أنه لجانب المبادرات الرسمية من خلال الوزارة الصناعة لابد أن يكون فيه على فكرة ودي حصل يعني لو حضرتك دلوقتي شفتي فيه على مواقع على مواقع الإنترنت هتلاقي فيه جروبات كتيرة خصوصا الحاجات اللي بتتعمل الهند ميد فدي بيعملوا وبيقدروا يبيعوا وهو ده التحدي إن أنا أصلا أنا مش هقعد زي زمان أقعد عند منطقة أسارية وبيع القطع اللي هي الرخام المقلدة والحاجات دي أو الجلبية اللي بتشريها السائحة أو السائحة لا أنا أتسوق من خلال الإنترنت يعني أنا ممكن أبيع للعالم كله وإنا أقعد داخل أربع جدرات صحيح صحيح فأنا أصور أنه ده إلى جانب مبادرات الدولة لابد أن المواطن نفسي يكون عنده وعي باستغلال وسائل التواصل بدل من نستغلها في وسائل غير إيجابية نستغلها في وسائل إيجابية صحيح يمكن أنا جات في ذهني يعني فكرة تكون لطيفة جدا لوزارة التجارة والصناعة نحن ممكن يكون عندنا زي مكافأة أو يعني الجوائز لمن قدم أفضل منتج يدوي ويتم ده نشره من خلال موقع الوزارة وإن إحنا ندعم الشباب أن يكون عندنا نمازج إيجابية في مجال صناعة التراث مثلا زي الجلود زي النسيج زي أي صناعة تسكرية بالدعم البلد كمورد دخل للاقتصاد القومي فأنا ممكن أعمل ده من خلال أننا أشجع الشباب أنهما يحاولوا يهتموا بالتعليم الفني وأنهم يجدوا أنه ده مستقبل مصر نعم شوفي أنا هقول لحضرتك بمناسبة العملية العملية الاقتصادية في مصر إحنا بنتكلم في التصدير حضرتك إحنا وصلنا ل32 مليار دولار تصدير ال32 مليار تصدير دي رقم مهم وعاوز أقول لحضرتك ما بتقول لي حضرتك أن السروة البشرية ممكن تبقى عامل إيجابي أنا عايز أقول لحضرتك الكامي مليون اللي في الخارج بالزبط بالزبط المرتبة التانية في توفير العملة الأجنبية المصر يعني هي رقم واحد صادرات رقم اتنين حضرتك مش قناة السويس ومش السمار أجنبي لا تحولات المصرين في الخارج صحيح يعني بنكلم في 25-26-27 مليار فهي رقم اتنين بعد الصادرات فده عنصور بشري وعلى فكرة الصادرات بتاعتنا من العمالة اللي في الخارج احنا مثلا بنتكلم على 100 مليون طب باكستان أكتر من 200 مليون ولكن العائد من العملة الأجنبية أقل مننا فأقصد قول يعني أقصد قول أن العقول المصرية في الخارج بتحقق عملة أجنبية أكبر من اللي بيحققها دولة زي باكستان اللي عدد سكانها أكتر من دعوة سكان نصر سيد حاجاجي مجي نحن محتاجين أن نحن ندكز ونعمل دعوة كده للسيدات لأنهم أكتر ناس بيهتموا بالصناعات الهان ميد أو الصناعات التراثية تقول لهم إيه يعني شعر مارس كله مخصص لمرأة زملتنا نصر أماني الأصصاص كانت معكم معهلة في الدنان وتناورنا طبعا أولا بالمناسبة فرصة أننا نقول كل أم على أرض مصر كل سنة وهي طيبة وكل أم انتقلت رحمة الله يعني كل تقليل وكل رحمة ليها ما فيه شك أنه عايز أقول لحضرتك يعني المسألة النهار ده المرأة المصرية بالمناسبة حضرتك نسبة كبيرة جدا هي اللي بتقول البيت يعني هي الرجل وهي الستة في الدنان أنا هكتافي بدأ نبتقول هي كل حاجة حيك نورتنا وشرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب ألف خير وكل سيدات مصر والعالم بخير يعني شهر مارس هو شهر الاحتفالات بالمرأة بشكل عام بشكر حضرتك جدا الأستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير الأهرام نورتنا وشرفتنا ألا نتشرفت بيقى